جبهة البوليساريو تعلن تصعيد الحرب ضد الاحتلال المغربي لفرض السيطرة على الاراضي الصحراوية المحتلة وتحقيق الهدف الممثل في استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوية جبهة البوليساريو اكدت على لسان زعيمها ابراهيم غالي ان الشعب الصحراوي حسم امره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة في مقدمتها الكفاح المسلح خطوة يراها متابعون للشأن الصحراوي انها بداية لمرحلة جديدة يراد من خلالها انهاء الاحتلال غير الشرعية والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان التي يمارسها نظام المخزن في الاراضي الصحراوية وكانت جبهة البوليساريو قد اعلنت في نوفمبر الفارط انهاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار المبرمي عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين بعد خرق المغرب للاتفاق في عملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين في منطقة القرقراتة وربما كان القرار الاخير لمجلس الامن الدولية الذي وصفته البوليساريو بالمتحيز للطرف المغربية سببا في قرار التصعيد الذي اعلنت عنها مواقف اممية يراها مراقبون على انها تفتقد للمسئولية والتبصر وتزيد من عمق الازمة وعدم الاستقرار في المنطقة امام استمرار التعانة المغربي للقرارة الدولية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصيرة تسر البوليساريو على التصعيد العسكري ضد المخزن في مؤشر يوحي برأي مراقبين بدخول الحرب فصلا جديدا ينبئ بقرب المعارك الكبرى بين الجانبين